مهيتوا الليمون بالنعناع او عصير الليمون بالنعناع بطريقة كميلة جدا وطعم رهيب انا واسقة لو جربتوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا اول حاجة هتجيبوا الليمون هتقطعوا الليمونة من فوق ومن تحت بالطريقة دي بعد كده هتقشروه بسكينة بالطريقة دي اهم حاجة من الليمونة ما يكونش فيها اي اشرة خالص ولا الاشرة الخارجية ولا الاشرة الداخلية اللي بتكون بيضة لان اشرة الليمون ده هو اللي بيمرر العصير انا استعملت اربع ليمونات والاربع ليمونات دول بيكفوا اربع اكواب من العصير بعد ما اشر الليمون كله هحطه في شفشق الخلاط وهضيف عليه حوالي ربع حزمة من النعناع هضيف اوراء النعناع فقط وكمان هضيف نص كوباية من المياه وكمان هضيف ليهم كوباية اللي ربع من السكر والكوباية اللي انا استخدمتها هي كوباية الشاي العادية بعد كده هاخد الحاجات دي واخفقهم بالخلاط كويس جدا بعد كده اصفيهم بنصفة انا عايزة المياه فقط مش عايزة التفلي اللي هيطلع من العصير ده نهائي والكمية دي زي ما قلتلكو تكفي لاربع اكواب من العصير بعد كده هاجيب ليمونة وقطعها شرايح شرايح رفيعة هشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت وقطع باقي الليمونة شرايح زي ده زي ما انتو شايفين بعد كده انا هياخد شريحتين من الليمون ده وقطعهم من الطرفة بالشكل ده انا هصب العصير دلوقتي في كوبيتين فقط عشان كده هستخدم شريحتين هاجيب كوبيتين واحط فيهم مكعبات من التلج انا هستخدم التلج عشان كده استخدمت وانا بخفق العصير ميا عضية خالص مش لازم تكون ميا ساعة بعد كده احط كده ورقة من اوراق النعناع بالشكل ده وكده شريحة من شرايح الليمون اللي قطعتها بعد كده هصب فوقهم عصير الليمون اللي بالنعناع اللي عملته معاكم هصب كده تلت تربع الكوبية عصير بعد كده اكمل الكوبية بميا عضية خالص وازين الكوبية بشرايح الليمون اللي قطعتها بالشكل ده ودي طريق تقديم الكافيهات لعصير الليمون بالنعناع او لمهيته الليمون بالنعناع وزي ما شكله حلو جدا زي ما انتو شايفين كده طعمه رهيب جدا وكمان مفهوش اي طفل خالص اتمنى العصير يعجبكم واتجربوه بالهنة والشفة مقدما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر